يعتزم مجلس محافظة الديان المنتخب عقد جلسة لاختيار رئيسه ومحافظة للمحافظة اليوم وحول الموضوع معنا الآن مباشرة من هناك مراسل يو تي في علي العنبقي اهلا بك علي يعني علي ضعنا في صورة وتفاصيل الجلسة المرتقبة نعم فاطمة مساء الخير طبعا من الساعة الواحدة كان من المقرر أن تعقد الجلسة ولكن بعد مضي ساعة على الموعد المقرر الجلسة لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب وصل عدد من أعضاء المجلس إلى قاعة رئاسة المجلس من أجل عقد الجلسة ولكن النصاب لم يكتمل وبالتالي الجلسة لم تعقد إلى الآن يبدو ذلك أنه يوجد خلاف ما يزال قائما في المجلس على شخص رئيس المجلس وعلى منصب رئيس المجلس عفوا وعلى منصب المحافظ الكتل لحد الآن يبدو أنها لم تتوصل إلى اتفاق يحسم الجدل ويحسم قضية رئاسة المجلس والمحافظ ونائبيه ونائبي رئيس المجلس بالتالي ربما اليوم حال وصول ساد الأعضاء البقية إلى المجلس ستعقد الجلسة وحال عدم وصولهم بالتالي فأن النصاب سيبقى غير مكتمل وبالتالي يتم تأجيل الجلسة كما حدث في الجولة الثانية لهذه الجلسة التي عقدت قبل يومين أو ثلاثة يعني ما يزال المشهد ضبابيا في محافظة ديالة المواطن يخشى من أن يستمر هذا المشهد إلى فترة طويلة وتبقى الحكومة المحلية غير مكتملة التشكيل وكذلك المجلس لم يكتمل انتخاب رئيس له ونائبيه بالتالي اليوم هناك مباحثات حسب ما تصلنا من معلومات بأن هناك اجتماعات مستمرة بين قادة الكتل حتى في بغداد وزعماء ونخب سياسيين بالتالي اليوم يضغطون وهناك اجتماعات كبيرة فيما بينهم مستمرة منذ يومين لحسن ملف رئاسة المجلس والمحافظة في محافظة ديالة اليوم ربما كما ذكرت فاطمة ربما ستتأجل الجلسة إلى شعار آخر حال عدم وصول السادة الأعضاء البقية إلى بناية المجلس لأنه المتواجدين حاليا فقط ثمانية أعضاء وخرج عدد قليل منهم بعدما انتظروا لساعة تقريبا داخل القاعة ولم يكتمل النصاب رئيس السن متواجد في قاعة المجلس للمباشرة بعقد الجلسة فور اكتمال نصابها من أجل حسم هذا الملف الذي طال انتظاره بالتالي المواطن يعني يريد أن يحسم هذا الموضوع وأن لا يؤثر على مستوى الخدمات وأن لا يؤثر على واقع المحافظة خصوصا أن محافظة ديالة معروفة بوضعها الأمني والسياسي الحساس كما تشاهدون قبل قليل خرج عدد من أعضاء المجلس إلى خارج القاعة بعدها يبدو أن هناك يأس من عدم عقد الجلسة بالتالي ننتظر التحديثات من أجل حسم هذا الموضوع وعقد الجلسة أو من عدم ننتظر منك آخر المسجدات مرسلنا من ديالة علي العنبقي شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة